لدى تفضل سموه بافتتاح معرض البحرين للفنون التشكيلية أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الفن في قيمته الإبداعية ودلالاته الحضارية يمثل رسالة سامية تعبر عن عراقة الأمم وتطورها في الارتقاء بالذوق العام وتشكيل وعي ووجدان الشعوب وقال سموه إن مملكة البحرين تعتز وتفخر بما لديها من نخبة متميزة من الفنانين التشكيليين الذين استطاعوا بإبداعاتهم أن يعبروا عن الوجه الحضاري للمملكة باعتبارها بلدا عرف عنه بريادته في مجال الفن والإبداع ونوه سموه إلى أن معرض البحرين للفنون التشكيلية على مدى السنين الماضية استطاع أن يتبوأ موقع متقدما بين المعارض الفنية المتخصصة إقليميا ودوليا وهو ما يظهر جليا في تزايد الإقبال على المشاركة فيه من قبل الفنانين نظرا لما يتمتع به المعرض من سمعة طيبة إعدادا وتنظيما وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد تفضل فشمل برعاية سموه الكريمة صباح اليوم حفل افتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته الثانية والأربعين بمتحف البحرين الوطني وذلك بحضور معالي الشيخ مي بلت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد من الوزراء والنواب وكبار المسؤولين ورجال السلك الدبلماسي ورجال الصحافة والإعلام والأعمال المثقفين والفنانين المهتمين بالحركة التشكيلية البحرينية وبعد أن تفضل سموه بافتتاح المعرض قام بجولة في أرجاء المعرض اطلع خلالها على ما يتضمنه من معرضات فنية يصل عددها إلى 87 عملا متنوعا تشمل أعمال تركيبية ولوحات وأعمال نحت وتصوير فوتوغرافي وأعمال خط وفيديو وأعرب سموه عن إعجابه بما يحتويه المعرض بالأعمال فنية رفيعة تميزت بالإبداع في الأفكار والنطج في التعبير مؤكدا سموه أن معرض البحرين للفنون التشكيلية أصبح يماثل في جودته وتميزه أرقى المعارض العالمية المتخصصة في الفن التشكيلي وبات مناسبة سنوية لتلاقي المبدعين ومحبي الفن التشكيلي على أرض مملكة البحرين وقال سموه إن ديمومة هذا المعرض طوال هذه السنين يظهر مدى ما يتمتع به مجتمع البحرين من صورة متجددة وامتلاكه فنا غنيا ناضجا يعبر عن وعي ومسؤولية تؤصل لهوية البحرين الثقافية والفنية وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بدعم الحركة الفنية والفنانين والمبدعين البحرينيين يمنا منها بأن رسالة الفن النبيلة ذات أهمية كبيرة في دعم نهضة المجتمع عبر تشكيل وجدان مجتمعي يسعى إلى الابتكار والإنجاز وأضاف سموه أن الاستثمار في المكون الثقافي والفني يشكل أحد الأدوات الهامة التي تحرص عليها الدول الساعية إلى التطور والتقدم لما لهذا المكون من تأثير في بناء الطاقات وتحفيزها على العمل ودع سموه الفنانين والمثقفين إلى اتخاذ إبداعاتهم وسيلة لتعزيز التقارب بين الشعوب ونشر ثقافة السلام والتعايش في مواجهة أفكار وممارسات التطرف التي أصبحت تمثل تهديدا لحاضر الإنسانية ومستقبلها بعدها قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتسجيل كلمة في سجل المعرض أكد فيها أن المتتبع لمسيرة تاريخ وطننا العريقة يعرف عميقا أن الفن خطاب إنساني متأصل بأبناء هذا الوطن من الفنانين والمبدعين الذين لا زالوا يؤكدون على أن الحضارات العريقة تقوم على فكرة الجمال والعطاء وأن لغة الفن التشكيلي بكل ما يضمنها الفنان من رؤى وتأملات قادرة فعلا على صناعة مستقبل أجمل وأفضل لبلدنا العزيز وأضاف سموه أنه بعد 42 عاما من هذا الحراك الفني لمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية فإن هذه الاستمرارية تؤكد أن الأمل يواصل طريقه في المجتمع وأن بلدا يحلم ويؤمن بالجمال سيكون قادرا بكل تأكيد على توظيف أدواته الثقافية وقدراته الإبداعية في تشكيل هويته وصياغة مكونات وطنية تسهم في التنمية والازدهار ونوه سموه إلى أن كل معرض سنوي يعني أن المشهد الفني والثقافي البحريني يعمق وعيه بمفردات وتأملات الحياة مشيرا سموه إلى أن هذا رهاننا كي نصل إلى العالم بسجل تراثي وفني متنوع وأشهد سموه بجهود الشيخ ميب بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وجميع القائمين على التنظيم المعرض وقال سموه كل الشكر والتقدير لهذه الجهود التي تؤكد أن البحرين ملتقا ثقافي يجرج الفن التشكيلي رهانا للتطور والبناء الحضاري من جانبها توجهت معالي الشيخ ميب بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بجزيل الشكر والامتنان لحضرة صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقرة لرعايته المعرض منذ إقامته في العام 1972 مؤكد أن هذه اللفتة تحيط الفنانين بالاهتمام وتدل على أن مملكة البحرين تقدر إبداعاتهم ونتاجاتهم وتضيفها إلى سجل إنجازاتها الحضارية وقالت نراهن اليوم على مبدعينا ونجعل من الفن التشكيلي وجها جميلا آخر من أوجه أوطاننا وأكدت أن افتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية يأتي في وقت تحتفي فيه هيئة الثقافة بمقومات مملكة البحرين الحضارية والثقافية خلال عام 2016 بشعار وجهتك البحرين ليكون بذلك الفن التشكيلي وجهة ثقافية من بين وجهات كثيرة تستثمرها مملكة البحرين لصناعة تنمية مستدامة ترتقي بالبنية التحتية الثقافية وتجعل من الثقافة خطابا إنسانيا يصل إلى الجميع من ناحيته توجه سعادة الشيخ راشد بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية توجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية سموه السنوية لمعرض البحرين للفنون التشكيلية مؤكدا أن سموه بدعمه وتشجيعه للمعرض منذ بداياته الأولى وحتى اليوم وضع أساسا لانطلاق جيل جديد من الفنانين البحرينين إلى العالمية وقال إنما نشهده كل عام من تطور ملحوظ في المعرض ألقى بظلاله على المعارض والفنانين التشكيليين وهذا ما كان ليتم لو لا دعم واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي أرسى أول بداية لهذا التجمع الفاعل والحيوي من الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية والتشكيلية في مملكة البحرين وأكد الشيخ راشد بن خليفة الخليفة أن المعرض من خلال الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمد قوته في الإبداع لذا فإنه أصبح علامة فارقة في التجديد والتحديث وقد أعلن معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية عن أسماء الفائزين في مسابقته موسيقى اشتركوا في القناة